ثرومبوسيتوسيس كثرة الصفيحات يحتوي نخاع العظم على الخلايا الجذعية المكونة لكريات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء أو الصفيحات تلتسق الصفيحات ببعضها البعض تساعد الدم على تكوين جلطة لوقف النزيف عند تلف وعاء دموي مثل ما يحدث عندما يتعرض الإنسان للجرح تحدث كثرة الصفيحات عندما ينتج الجسم أعداداً كثيرة جداً من الصفيحات يبلغ عدد الصفيحات الدموية في الأشخاص الطبيعيين الأصحاء ما بين 150 ألفاً إلى 450 ألف صفيحة دموية في كل مليمتر مكعب من الدم الزيادة أو النقصان بنسبة مئوية لا تتجاوز 2.5% لا تدل بالضرورة على وجود مرض لكن تجاوز عدد الصفيحات أكثر من 750 ألفاً يستوجب التدخل ومعرفة السبب كثرة الصفيحات ثرومبوسايتوسيس هو وجود عدد عال من الصفيحات الدموية في الدم والذي قد يكون أولياً أو أساسياً وسببه مرض تكاثر نقوي أو ثانوي تفاعلياً عادة ما يكون بدون أعراض خاصة عندما يكون ثانوية وقد يؤدي إلى حدوث خثار الأسباب كوزس كثرة الصفيحات التفاعلية يعتبر نوعاً معروفاً من كثرة الصفيحات ويحدث ذلك بسبب وجود مشكلة طبية كامنة مثل 1. النزيف الحاد وفقدان الدم 2. السرطان 3. نقص الحديد 4. إزالة الطحال كثرة الصفيحات المجهولة السبب غالباً يكون السبب في هذا النوع مرتبطاً بحدوث ثفارات في مجموعة من الجينات ينتج نخاع العظم عدداً كبيراً من الخلايا التي تشكل الصفائح الدموية التي غالباً ما تكون غير طبيعية هذا يشكل خطورة أكبر بكثير قد ينجم عنها مبعافات التخثر أو النزيف بشكل يزيد عن تلك التي تنتج عن كثرة الصفيحات التفاعلي العلامات والأعراض Symptoms قد تظهر على المصابين بمراض كثرة الصفيحات علامات وأعراض تتعلق بالجلطات الدموية والنزيف وتشمل ما يلي الصداع الدوار أو الدوخة ألم الصدر الضعف خذراً أو وخزاً في اليدين والقدمين التشخيص Diagnosis الفحوص المختبرية التي تتضمن العدى الدموية الشامل وإنزيمات الكبد وأضائف الكولية وسرعة ترس بالدم إذا بقي سبب كثرة الصفيحات غير معروف فقد تأخذ خزعة من نخاع العظم للتمييز فيما إذا كانت كثرة الصفيحات أساسية أم تفاعلية العلاج Treatment ينصح باستعمال جرعة منخفضة من الأسبرين لتقليل مخاطر حدوث السكتات أو الخفار عند ارتفاع عدد الصفيحات إلى مليون صفيحة أو أكثر يمكن استخدام دواء هيدروكسيوريا في حالات كثرة الصفيحات الأساسية ووصول عدد الصفيحات إلى أعداد كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر